السلام الخير على حضراتكم جميعا أهلا بكم في تغطياتنا المستمرة لما تشهده أسواق الدهب العالمية والمحلية في برنامج أسواق أقدمها لكم النهاردة إسلام السعيد حلقة النهاردة مفعلة للأخبار عندنا حاجات كتير جدا مسبوع كان مليان بالأحداث اللي أثرت على أسعار الدهب بصورة كبيرة جدا عندنا أزمات كبيرة في الاقتصاد العالمي استسببت في ارتفاع أسعار الدهب بصورة غير مسبوقة وأنا بكلم حضراتكم ارتفاعات وسجل أعلى مستواتها منذ مايو 2021 بنتكلم عن صعود مستمر للدهب خلال 72 ساعة بمستويات ربما هي الأعلى من 6 شهور في حلقة النهاردة هنتعرف على أسباب هذا الصعود في أسعار الدهب عالمية وفي السوق المحلي ونعرف كمان توجهات السوق الفتر اللي جاي رايح فين وكمان هنعمل إحالة ونعيد كده كم جملة قلناهم من حلقات سابقة عن توقعات أسعار الدهب وقد إيه كانت فيها جزء كبير من الصحة وجزء كبير كمان تغير نتيجة بعض البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية منها ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي في أمريكا بنسبة تصل إلى 6.2% وهي أعلى مستويات التضخم في الولايات المتحدة وده كان السبب الرئيسي والأساسي في صعود أسعار الدهب لمستويات زي ما قلت لحضراتكم هي الأعلى منذ مايو من عام 2021 سبب الثاني لحدوث ارتفاعات في أسعار الدهب وهو استمرار أزمة مايو سمى سلاسل الإمداد والتوريد في الاقتصاد العالمي وهي أزمة تسببت في صعود أسعار السلعة بصورة مستمرة صعود أسعار الوقود صعود أسعار المواد الغذائية صعود أسعار المواد الخام وده كان ليه دور رئيسي في استمرار تضرر وتخلخه للاقتصاد العالمي سبب الثالث أيضا من أسباب صعود أسعار الدهب وهو أنه فيه مشكلة كبيرة فيه عائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا السندات والدولار كلاهما من الحاجات اللي بتحط في ميزان الدهب وطبعا كان فيه تغير فيه أسعار السندات ومن ثم حصل ارتفاع فيه أسعار الدهب طيب كم أسعار الدهب وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي والسوق قفل على قد إيه زي ما أنتم عارفين وبنتكلم دايما أنه سوق الدهب بيقفل يوم الجمعة ساعة 12 تقريبا من توقيت القاهرة بنتكلم على مستويات تسجل 1860 دولار يعني تقريبا 1864 دولار بالتحديد هنا السعر في مصر بنتكلم على 812 جنيه لعيار 21 تقريبا ده أعلى مستوى زي ما قلت لحضراتكم من 6 شهور بنتكلم على ارتفاعات في سوق الدهب هنا في مصر بتوصل ل27 جنيه في كل جرام وكل الأعيرة المتدولة في السوق طبعا ده رقم كبير جدا خلال أسبوع واحد ونتكلم على ارتفاع عالمي يصل إلى 2.8% كل دي كانت تطورات رئيسية وأسباب قدت إلى طلب مرتفع إلى حد ما على الدهب طبعا ولو رجعنا لحجم الطلب على الدهب من بداية السنة دي الحد دلوقتي المصريين اشتروا أكتر من 22 طن دهب وده رقم كبير جدا بنسبة ارتفاع تسجل 51% قياسا على الفترة المماثلة من العام الماضي نتكلم على أول 9 شهور فقط إذن في طلب مرتفع على الدهب وتأكيدا هو طلب مرتفع على الدهب الخام في صورته الأولية اللي بنسميها سبائك وطبعا في ناس بتشير جيناهات المشغولات طلب أخل في الفترة المذكورة ده كده صورة سريعة مبسط للي شهدناه لأسبوع الماضي نتكلم بقى على رؤية وتوقعات أسعار الدهب الفترة اللي جاية نتكلم تقريبا على أسبوع أو أسبوعين ما قدرش توقع بشكل أكبر من كده لأنه زي ما قلنا التغيرات دايما مستمرة قبل ما روح على توقعات أسعار الدهب الفترة اللي جاية نشوف السعر دلوقتي في مصر زي ما قلت لحضراتكم 812 جنيه لعيار 21 و 696 جنيه لعيار 18 بالتأكيد الأسعار دي مرتفعة و قد تقلل الطلب على الدهب لأنه ارتفاع الأسعار بيؤدي إلى تراجع إلى حد ما في الطلب هنا في مصر لأن المستهلك بيشوف أن السعر مرتفع و من ثم ممكن يزبر علشان نرجع تاني لمستويات 780 جنيه أو 775 جنيه لعيار 21 توقعات هنرجع لحلقة الشهر الماضي كلمنا فيها هل ينهار الدهب خلال نوفمبر و كنا قلنا أنه الدهب في حالة أنه مجلس الاحتياط الفيدرال الأمريكي أعلن رفع أسعار الفيدة فإن الدهب هينهار خلال شهر نوفمبر اللي احنا فيه طب حصل العكس ليه بقى؟ والدهب بدل ما ينهار حصل فيه ارتفاعات كبيرة حصل شيء غير متوقع وهو أزمة التضخم العالمية وصلة الصعود أزمة التضخم في الولايات المتحدة بشكل منفرد سجلت أسعار التضخم مستوياتها الأعلى من 30 سنة زي ما قلت في بداية الحالة بنتكلم على مستويات 6.2% قريبا درقم هو الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية من حوالي 30 سنة وأعلى وثير الصعود في التضخم يعني إيه التضخم للناس اللي مش فاهمة؟ يعني ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات في أي سوء ويقابله ثبات في ما يسمى الدخول أو دخول الأفراد وهنا بيحصل خلل في الأسواق وده بيكون سبب رئيسي في ارتفاع الطلب على الملازات الأمنة وعلى رأسها الدهب زي ما قلنا أنه الدهب الملازي الأمن الرئيسي في الأسواق لما بيحصل زي ما بنتكلم دايما ارتفاع التضخم أو حدوث أزمة في أسعار العملات بلاقي الناس تلجأ إلى شراء الدهب وده اللي حصل تقريبا لأسبوع الماضي وفجئنا بارتفاعات كبيرة جدا في أسعار الدهب تقريبا كنا بنتكلم على مستويات 1780 دولار دلوقتي بنتكلم على مستويات 1864 دولار ده رقم مرتفع جدا فالناس اللي كانت حقزة للدهب حققت مكاسب كبيرة جدا فترة اللي جاية توقعات تشير إلى إمكانية استمرار الصعود في حالة أنه الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على مستويات أسعار الفائدة عند وضعها الحالي فبنتكلم على استمرار صعود في الأسعار طيب مع ارتفاع موجة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الخبراء وبنوك الاستثمار والشركات المهتمة بتحليل البيانات الخاصة بأسواء الدهب والمعادن السمينة والأسواء المختلفة بيقولوا أنه في حالة استمرار صعود الدهب لازم البنك الفيدرالي الأمريكي تدخل فيما يسمى رفع أسعار الفائدة لأن سعر الفائدة هي الوسيلة التي تستخدمها البنوك المركزية في التحكم فيما يسمى التضخم طبعا لو حصل أي ارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ولو ربع نقطة هنلاقي الدهب ينهار ويخسر كل المكاسب اللي حققها بنتكلم عن خسارها هتتجاوز 100 دولار طبعا ما نعتقدش أنه في هذا الشهر هيتم رفع للفائدة يبقى ربما في الاجتماع المرتقب للبنك الفيدرالي الأمريكي هنلاقي تلميحات وإشارات بخفض بأسف برفع أسعار الفائدة ولو ده حصل افتكروا كلامي كويس في حلقة النهاردة هتلاقوا الدهب ينهار بصورة كبيرة جدا زي ما ارتفع بصورة كبيرة نتيجة التضخم ونتيجة أن البنك الفيدرالي الأمريكي ما تكلمش على أسعار الفائدة ولا قال إمتى معاد لرفع أسعار الفائدة لكن قلص برنامج شراء استنادات وده كان ليه انعكاس في الأسبوعين اللي فاتوا لو تفتكروا لما الدهب نزل لمستوات كبيرة جدا وخسرنا حوالي 30 دولار في السوق نتيجة كلمة واحدة بس أنه هيقلص برنامج شراء السندات وده طبعا مش عايزين ناخدش التفاصيله لأنه تفاصيل فنية وصعبة جدا احنا نحاول نشرحها لمستهلك خلاصة إيه السوق رايح فين الأيام اللي جاية ونكلم على ارتفاعات أقصى مستوى ليه هيكون 827 جنيه ده أول مستوى للدهب هيقابله خلال الأيام اللي جاية فاحنا بنكلم على ارتفاعات من 812 جنيه إلى 827 جنيه في حالة الصعود وطبعا كافة الأعيرة بتحرك غالبا بنفس النسبة يعني يحسب من 812 لحد 27 هتلاقي نفس الزيادة في عيار 18 والزيادة نفسها في عيار 24 طبعا الجنيه الدهب تضرب الزيادة دي في 8 هتلاقي سعر الجنيه الدهب وقتها توقعاتنا بأن الارتفاع مستمر ما لم يتدخل البنك الفيدرالي الأمريكي بإعلان ولو بيان أو تصليح أو تلميح حتى عن موعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة وقتها هنلاقي الدهب يتراجع وإحنا طبعا الأسبوع ده رغم الصعودي الكبير كانت الأسعار أيضا تراجعت إلى مستويات 1844 دولار لكنها مع الإغلاق أمس الجمعة ارتفعت إلى مستويات 1864 دولار عليش حلقة النهاردة كان فيها بيانات كتير وفيها كلام كتير على تضخم العالمي حاولنا على قد ما نقدر نكون يعني واضحين ومبسطين لما يشهدوا السوق المصري السوق المصري مش بعيد أيضا عن اللي بيحصل في الأسواق العالمية وبيرتبط بشكل مباشر وكل حاجة تحصل لكن هنحاول الأيام اللي جاية نجيب لكم بعض المعلومات المبسطة عن توجهات الأسواق مستقبلا نتيجة تغييرات اللي بتحصل زي ما قلنا احنا من أسبوع ما نبنتكلم على انخفاض 30 دولار وفي ظرف الأسبوع الانخفاض ده غير من مؤشر أحمر وهو مؤشر الهبوط إلى مؤشر أخضر وصعود الأسعار لمستويات زي ما قلنا هي الأعلى من 6 شهور وهنا في مصر اتفاح تقريبا حوالي 27 جنيه إن شاء الله في حلقة السوق اللي جاية هنجيب لكم معلومات مبسطة بصورة يعني أكثر سهولة للمستهلك العادي شكوركم لفصن المتابعة شكرا لكم